السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك معاكم كريم مكدي من قناة تكنولوجي نيوز النهاردة هنتكلم عن سامسونج وآيفون 2017 وجوجل نيكسس بيكسل والأوكولاس تاتش وعن مايكروسوفت الشعب تقول ان ايدي تحكم أوكولاس تاتش هيكون تمانها 200 يورو يعني 200 او 225 دولار وهتنزل يوم 21 نوفمبر الشعب تقول ان مايكروسوفت هتعلن عن كمبيوتر من فئة all in one او الكل في واحد في اخر شهر اكتوبر نزول صورة وفيديو لشكل جوجل نيكسس سيل فيش بيكسل الشعب تقول ان جوجل هتنزل جهاز لوحي شاشته 7 بوصة وفيرة مات 4 جيجا من صنع هواوي وهينزل قبل نهاية السنة الشعب تقول ان الكاميرا المزدوجة هتفضل حصرية للنسخة الاكبر من ايفون 2017 الشعب تقول ان سامزونج هتتعاون مع انفيديا او amd عشان يعمله الجرافيكس او معالج الرسوميات في النسخة الاكسنوس من الجالاكسي اس 9 نزل اشاعتين متنقدتين للجالاكسي اس 8 الاولة بتقول انه هينزل منه نسختين نسخة بشاشة حجمها 5.1 انش والتانية 5.5 انش والاتنين هيكونوا منحنيتين الاشاعة التانية بتقول انه هيكون فيه نسخة واحدة بس وبرده هتكون منحنية لو عجبك الفيديو ده اعمل شير ودوس سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات زي دي واشوفكم في الفيديو الجاي